السلام عليكم صباح الفل عامليني معكم اخيكم احمد كمال ده فيديو بديد وفيديو بتاع الحلويات بس في البداية واهم حاجة صالة على النبي. انا عبدالصلاة والسلام. عايز اقول لك وانا بعمل الفيديو ده كنت في حالة من اللي نفش ونشوف الفيديو ونتطمن على ايه المستويات الحلوة اللي موجودة يلا بينا من المحلة الكوبرى جاي لنا الدكر ده اه هو بيقلل الشعر حاليا فمش في احسن حالاته لكن هو دكر شولاين واتجوز قبل كده وخلف هو بصور يعني بخصية واحدة يعني جهزت انا صوري بتاعه بخصية واحدة لكن بيخلف وطبعا الكلام ده احنا مش بنعتمده ككلام بنعتمده كاوراق وتحليل لو انت حابب تكشف على الدكر من قبل اي حاجة فيه كميزة الكلب ده يعني يحطوه في بند ان انت تحطوه اه لا انا ممكن اشتريه تلات حاجات اول حاجة انه حلو تاني حاجة انه شارس بتاع حراسة تلات حاجة انه بيخلف يعني تلات حاجات دول تخليك تفكر ان انت تشتريه ودي في الرابعة ان هو سعره مش اللي هو جامد يعني بعشر تلاف جنيه كلب بعشر تلاف جنيه وفيه الامكانيات دي كلها وشرسه بكمامة ومن غير كمامة وعارف انت اللي هو الكلب بيعمل حاجات ياما كله عالتجربة وعالدواء زي ما بيقوله يعني اللي هو ايه لو حاباشا جرب الكلب لو انت عايزه للحراسة يعني انت برضه هو الراجل بيقول لك انا شريب عشرة للامان الراجل بيقول لي انا شريب عشرة وهو متاح للبيع او للجواز على فكرة فقالي شوف انت عايز هتقول عليه كام فانا بقول بعشرة اللي هو دفعهم هو اكيد بيطلع الكلب ده كلب كويس فاكيد هو بيطلعوا لظروف ما اللي هو اعلم بيه ربنا يا رب ايه يعني يبارك يعني ان شاء الله ما تيبقاش في حاجة وحشة بس هو ككلب يستاهل ان انت تدفع فيه طبعا تحليلك لازم تروح تحلل الكلب لازم تتطمن ان هو بيخلف تجس الكلب وتجربه زي ما انت حابب المستوى اللي انت حابب يعني تشتري فيه كلب للحراسة وده بيجمع ما بين كزا حاجة حلوة حراسة اه كويس وبرضو للا امانة انا قلت لك موضوع الخاصي الواحد ده ده هو الهولي فانا بقوله لك برضو للا امانة عشان ما تبقاش رايح وهو يقول لك او انت تكتشف لا هو كده كده الراجل بكل صراحة وامانة قال لي فانت روح بص عليه ولو عجبك الكلب كويس يعتمد الدكرة ده بيتباع علشان هو عامل صوت وعمل طبعا عايش في البلكونة فعمل ريحة زي ما قلت لك لما تجيب كلب للبيت في الشقة جيب كلب جلد صغير بوج مسلا او جريفون كلب يتلم كلب يتحط في بوكس كلب يبقى البوكس بتاعه لي درد والبوكس بتاعه صغير ومش غالي فاهم ده الكلب بيتباع بسبب ان هو سوء اختيار الفصيلة نسبة للمكان وظروفك يعني لازم الفصيلة المتوافقة مع ظروفك هتحركه كتير ولا لأ وقتك والمكان اللي انت هتربي فيه فهو بيقولي الصوت والريحة وقلب الدنيا والناس اشتاكت وبتاع بسبب صوته لان الجرمن طبعا مع الحبس اجي كلب مع الحبسة كتيرة يعني قاعد على طول لوحده وحيفضل يهور طيب هو بيباع بقى الفين جنيه وهو يعني خلبك هو غلق على صاحبه يعني صاحبه جايبه ان هو خمسة وتلاتين يوم والكلب زي ما انت شايف اربعة ولا خمس شهور دلوقتي ده لو ما كانش ستة شهور يعني فهو ايه يعني عزيز فاللي ياخده يعززه برضه ويخلي بالهم عنه ومن الاسكندرية المعمورة جيلنا نتاية بيتبول مخلفة قبل كده تلات مرات وام احنا مينة بالضمان مطلوب فيها الفين ونص قبل للنقاش انا شايف بصراحة هو عامل جايب دكر برضو تقيل يعني دكر ده لما يتجاوز النتاية دي يجيبه حاجات ماشاء الله يعني تحسهم اخوات عشان تقلبهم قريب شوية من بعض ممكن ما يكونش اخوات بس يعني انا حسس ان ايه الهيئة قريبة الى حد ما وهي بنت لازينة اصلا هي الدكرة فسعر كويس روح بص على النتاية شوف لك جارو من جراويها شوف لك فيديو تحضين للجراوي بعد ما يكونوا عدوا التلاتين يوم يعني الجارو كبير مش الجارو هو لسه قد الفور لأ وهو كبير معنى كده ان هي رضعته وقومته انما وهي لسه والدة طيب انا لازم اورهولك وهي لسه والدة لو هي ما قومتهمش وما تكبروش عندي هقول لك ده فيديو تحضين ما هي اول ما بتبقى والدة بتبقى مهمدة وميتة خالص ما بتقدرش تتحرك فلو هتقزيهم او مش او هتسيبهم او لقدر الله هتاكلهم مش عارف ايه اكيد اكيد مش هيبقى بعد الولادة مباشرة في ساعتين لأ بتستنى ساعة ولا ساعتين يبدالوا تحتية وبعد كده بقى ايه هلوم مجر مش بقول ان هو نتيته وحشة مش بقول ان في مشكلة كل اللي بقوله بس بفتح في حتة وانت بتشتري نتيته خلفت قبل كده اتأكد ازاي انها دي بتقاون جروه فدي قاعدة عامة اللي انا بقولها مش بقول نتيته وحشة برضو انا بأكد عشان صاحب نتيته ما يفكرنيش بلأ احوال لحاجة لا سمح الله يعني فهي نتيته كويسة جدا وانا برشحها جدا 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 عشان ما وصفتها حرفيا دكورة ما وصفت دكورة بس روح بص عليها وقع من زي ما قلتني من المنوفية مركز الشهده جيلنا حتتين يتحطوا في فاترينا اتذكر الجيرمن ده ده ذكر في شراسة بالامر بيقول يعني مش الهوبي موت لكن اللي هو لما حد بينكشه الكلب بيشتغل الكلب يشرفك يعني مش هيبقى قطة معي والكلب بيختبر نتيات يعني لو النتيجة حايدة هو بيطلع ينفز لوحده من غير ما حد يشبط له على الكلام ده لو النتيجة مش جاهزة للجواز بيشمه وبيسبب يعني الكلب خبير في الجواز واستاذ جوازات ما شاء الله ربنا يبارك لصاحب نصيبه وسعره وفرت قوي مش بيتكلم في كتير بيقولك في سبع تلاف جنيه الكلب خاسس شوية حاليا لكن الكلب بسبع تلاف جنيه بالمواصفات دي اظن ان فيه يعني ده اللي هياخده تجاري ده سعر تجاري اللي هو سعر ايه اللي ياخده ياكل فيه عيش من الاخر يعني سبعة تلاف جنيه طيب ومعاه ولأول مرة دكر دوجو بس دوجو مش بيتبول على مش عارف ايه طلعه مشاك ده دوجو تمام فيه ناس كتير كانت بتدور على الفصيلة دي وهي ندرة على فكرة في مصر فده كلب دوجو تمام روح بص برضو عليه وانت هتفهم ما انا بقولك اياه هو مكانو زي ما قلتلك المنوفية مركز الشهد انا باعتد على المكان بس آآآآآآه الكلب عنده سنتين الجيرمن وهل دوجو عنده سنة وعشر شهور بالضبط التدوجو متجوزة قبل كده وفيش راسا حيونات قاتلة وابناء قدمين برضو شغال عالهادي والكلset مش بتأزي حد ده كلام صاحبهم. بيقولك الكلام مش بتيزي حد وبيشتغلوا بالامر وكويسين مع الاطفال مش 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 اللي هو هجوم وخلاص وعد وخلاص. لا بالهداء. وانا بحب كده بصراحة وده افضل تدريب للحراسة. الكلب المطروش ده حالات خاصة. حالات خاصة. ده سلاح. بتستخدم سلاح حرفيا. يعني اه اسوأ مليون مرة من السلاح الابيض. الكلب اللي هو المطرقة زي ما بيقول. ومن المنصورة مركز اجا جايلنا هذا الدكر الجولدن شوكلت. التقليب ده الناس بتحبه ومطلوب وسوقه شغال. بس في الجراوي. للامانة يعني. للامانة الجراوي في الجولدن طيارة. الكبار قسما بالله في فيديو السوق الجمعة اللي فات في دكر طحفة وشرس. وبيعمل حاجات وطاعة وبتاع بمتين جني. والله بمتين جيني لو مش مصدق اتصل بصاحبه على الفيديو حاطة رقم يعني كان مع شباب صغيرين في السن وكانوا يبيعوا بمتين جيني طبعا ده احنا في السوق الالكتروني مفيش الاسعار الخرافية دي احنا دي حاجة من بيت لما التاني في الشارع ونميه في السوق وشكله مكروش بيه الولد فاللي هو ايه بيزوق باي حاجة ده ذكر كويس انا مش عارف هو بيعمل ايه هم بيشغلوا الكلاب على بعض ايه بيخلوهم يهوهو خلاص يعني لكن يعني ممكن نقول الف جينيه قبل التفاوض بحيس ان هو يعني يبقى بنية حلو هتاخدو تعمل بيه ايه ده هيبقى كويس معاك لو انت عندك نتاية مسلا عايزة تفرخ ولو مستوها قليل ده يعلي معاك ويرمي معاك ده بديب يرمي معاك حاجات حلوة جارو الجولدن دلوقتي مثلا لو انت بتحرقه سعر بيطلع بالف جيني وامهات الجولدن عبارة عن كتلة من الحلويات والحنية في نفس الوقت طبعا في جولدن شرس بسبب ان احنا بنجوز الاخوات لبعض فبيطلعوا كلاب شارسة مع ان الجولدن كلب ودود جدا فالشراسة اللي هي بتاعت الحيوانات دي اللي فيه بسبب ان هو اكيد حاجة من الاجداد فاهم انت اللي هو ايه الجينات بتاعت الوراثية المفروض مش كده يعني الجولدن المفروض مش كده الجولدن ده زي ما قلتلك قطعة من العسل ما يبقاش غير كده يعني لكن لو هو شارس حيوانات بس مش مشكلة نسبة لو انت مش بتربي حيوانات معك في الشقة غيره او في المكان يعني اللي بتربي فيه غيره فهو قشته هو بس على الحيوان الغريب يعني لو لاحزت مع النتال الجولدن اللي فوق لما طلع جنبها ما ما عملش حاجة فشوف لو حابب تواصل معه على الرقم بتاعه عنده سنة ونص سعره تلات تلاف جنيه ليه حطوا في سوء الحلويات وليه شايفوا حاجة حلوة لان الكلب ده في سكة داخل سكة بلاك كوت شرابات والاحجام بتاعت الكلاب دي بتبقى احجام كنب شوية هو داخل في السكة لكن هو مش مش كده يعني هو كلب بلاك اندتان يعني اعتبر بلاك اندتان عادي بس داخل بلاك كوت شرابات فمديله حجم كويس ومديله الوان غمقة ومقفولة ومظبوطة فالكلب في حتة حلوة جدا في حتة حلوة قوي من حيث التقليم وتلات تلاف جني مش كتير عليه مكانه شبرع بود ورقم صاحبه عندك ده ما يتفوتش الناس اللي بتحب الكلاب ده ما يتفوتش ومن دوميوت جاينا بنتين جريفون اه واحدة كبيرة عندك بستمائة وخمسين واحدة صغيرة بربعمية جنيه اه سكة حلوة سكة الجريفون الالماني اللي هو ذات الشعرية الدب دوبية ده فهو كويس يعني بس اه في ليه بس تعليق عالسعر اليومين دول اللي هم مقطع الدراسة الكلاب الكبيرة الجريفون بيبقى سعرها مهبط شوية يعني عارف انت ربعمية وستمائة وخمسين والاسعار دي ممكن تقولها في جراوي انما في كلاب كبيرة ما ينفعش في الجريفون خصوصا في التوقيت اللي احنا فيه لانه مش شغال دلوقتي راجع نفسك برضو الاسعار قبل للتفاوت بالنسبة للمشاهد انما بالنسبة لصاحب الكلاب انا بقوله راجع نفسك في حتة الاسعار شوية دي نتاية جرمان عندها تلات شهور كلبة سكة الشولاين بس اللي هو ايه الكلب اللي فيه ميل حلو وعرقوب كويس يعني بيبقى كلب دهره مش كيرف يعني دي مش هيطلع ضهرها الكيرف اللي فيه ناس بتدور عليه لا يعني فيه ناس بتقوله على الكلاب دي لا ده مش شولاين ده بتكت ميل فما تبعه ليش على انه الشولاين الكلاب دي بتبقى طالع من يعني ممكن يبقى في الاجداد او في الاب او الام داخل ووركلاين فبيجي الكلب دهره عدل بس ميل وعرقوبه حلوة والواناته حلوة وشعرته حلوة حتى بيبقى دمه خفيف اكتر من الكلب اللي هو بضاهر منقلة فانتاية دي او مش ضاهر منقلة لكن انا شايفها في حتة حلوة برضه يعني هي كويسة سكة التلاتة تلاتة ونص كسعر يعني من اتنين ونص لحد تلاتة ونص على حسب مستوى الهالي وعلى حسب تطعماتها ايه بس هي عندها تلات شهور بالحجم ده فدي حاجة كويسة بص عليها شوف اهاليها لو متاح وحط تحت كلمة الاهالي دي تلتمية خط عشان هي اللي هتحدد ما بين الاتنين ونص لحد بالتلاتة ونص ولو كملت تطعمات وواخده السوماني مرتين يعني واخده سنائي وواخده خماسي واخده السوماني مرتين تبقى باربعة ده كلام بميورد الله ومعها رخصتها ومعها رخصتها ودفترة لو دول موجودين يبقى دي تستهل الاربعة تلاف جين التلاتة ونص لو مش متعامة او متعامة حاجات وحاجات تلاتة لو الكلبة ضعيفة شوية تنين ونص لو الاب او الام وغالبا بتبقى الام وورك لاين فكده ايه ده التصنيف بتاع الاسعار وده مش مش انا المخترع وانا الحاجات دي بشوفها في السوق هي السوق بيقول كده ده الدارك في السوق ومن المنفيش بين الكوم جايلنا هذا الضاكر ذات الجمجومة الضخمة والتقليب الممتاز للجواز بس ده كربولي سكة الاكس لارج ممكن تقول علي دخله بيت بول لكن هو كويس انا مش شايف الا صورة واحدة هو مش بعيتلي الا صورة واحدة فانا بتكلم من خيال اللي انا شايفه يمكن لو شفت فيديو ليه او صور من زوايا مختلفة اديك امارات ده بولي صافي ولا لا لكن هو في يعني في حتة حلوة قوي في التقليب بما يرد الله هو تقليبه ممتاز والصورة مضيعة تلت اربع حلوته لان الجمجومة دي كويسة والتركيبة دي حلوة بص عليه ولو عجبك جاوز ما عجبكش خلاص بس الكلب يستاهل يعني لو انت عايز تفرخ نتاية الدكر ده يستاهل هزا الامير المتوج للجواز عنده سنة وعشر شهور دكر دمه حامي زي ما انت شايف بص ربطه تلتميت سلسلة عشان ما يفكش ما شاء الله في حجم كويس جدا بس للأسف للأسف هو اللي مصور مش مورين حلوته قوي يمكن هو باين في الصورة انه كويس حجمه باين بص الكلب ارتفاعه من على الارض ممتاز وهو بيجوز هو من الاليوبية شوبرا الخيمة والراجل ده بيجوز مقابل جروين او بيقول لو مستوى النتاية ضعيف ممكن اجوز بفلوس بالفين جنيه في ناس كده بيقول لك انا لو النتاية حلوة هاخد جراوي لو النتاية مش كويس انا هاخد فلوس بس ولو كدبت او يعني النتاية ما شالتش في الجوازة بقى ليك عندي جوازة اما تيجي تاخد فلوسك شوف كده او كده بقى دي بتتفقوا مع بعض في الموضوع ده يعني بص احنا ايه بنختمها بحتة كده ايه زي ما بيقول الشنش عندنا في السوق حتة فقيرة بقى الف ونص كلب فيه تاليب كويس خلي بالك كلب استريد قالوا انه محترمة بس الاسف احنا مش هنشوف حاجة في الضلمة بقى الف ونص في مكانه دميات القديمة اخر طريق السيالة عنده سنة وشهرين فروح بص عليه لو انت ما قليش بقى شارس ما بي ما شارسش از روفه فكل ده بقى تفاصيل على واتساب او تكلمه تلفونيا واعرف منه بقى ايه التفاصيل ويا ريت يخليه بقى لك صور واضح عشان تشوف تقريب الكلب لانه الفيديو ده مظلم جدا طبعا في نهاية الفيديو احنا هنصلي على النبي تاني والعبدالسلام والسلام اه اللي عايز اي حاجة على دماغي من فوق بس دل فترة دي فيها ضغط شوية عشان بقى في شغل وفي تدريب وفي بتاع فانا اسف لو بأسر اه طبعا رقم الواتساب اهو فلو احتاجت اي حاجة اخوك وتحت امرك طبعا احتاجت اي حاجة ضرورية بقى حاجة ضرورية جدا كلمني على التليفون برد على التليفونات حاليا من الساعة ستة ونص لحد الساعة سبعة كده برد على التليفونات النص ساعة دي معلش هي اهو ووقت قليلا ومش بقال حاخد كل التليفونات ويعني ايه بخلص في عجالة مع الناس بحاول انجز عشان اخد تليفونات على قد مقدر لكن الاول انك قلت ما يا جماعة يعني قبل كده ما كنت قافل الموضوع ما كنتش برد على شام ضغط شغل بقى وحاجات يامة فانا ساب نص ساعة ان هتواصل مع بعض فيها تليفونية لو حراك محتاجة اي حاجة هو امور يعني اللي انت عايزه فزي ما اتفقنا ان نصال على النبي ولو احتاجت اي حاجة الرقم موجود وصباحك فل والسلام عليكم